اتجوز من سيدة أعمال إماروتية ادت له الجنسية وإسطول عربيات قمت تعدد المئة مليون دولار عمر كمال دخل القفص الزهبي ولقى العوض يا ترى إيه حقيقة جوازه ومن هي سعيدة الحظ اللي وقعت في غرامه تعالوا نقول لكم إيه الحكاية في الفترة اللي فيتت عمر كمال اختفى تماماً على السوشيال ميديا ما كانش بيظهر إلا في الحفلات والسهرات اللي هو بيحيها وقرر إنه يسيب السوشيال ميديا نهائي ويتفرغ للشغل والغنى وبس علشان كده بعد عن الظهور علي لكن بعد رجوعه رجع بمفاجأة من العيار التقيل وهو حصوله على الجنسية الإماراتية ومش بس كده ده ظهر في الفيديو وهو معي عربية تمانها معدل مليون دولار وكمان فأكتر من مرة يظهر بعربية تانية كتير والفلوس بانت عليه والكل كان مستغرب من التغيير المفاجئ اللي حصله علشان كده الكل توقع إن الموضوع وراء جوازة وانتشرت أخبار على السوشيال ميديا إنه تعرف على سيدة أعمال خليجية وهي اللي قلبت حياته بالشكل ده 180 درجة وبيقوله إنه في الفترة اللي اختفى فيها كان بيتعرف عليها وإنه ما بقاش قاعد في مصر من الأساس بقى بيجي على معايد الحفلات والمناسبات وبس وكل إقامته من بعد ما أخد الجنسية بقت هناك ده غير كمان إنه ما بقاش حتى يشوف صحابه والمقربين منه زي الأول وبيكتفي في أي مناسبة إنه ينزل لهم بوست على الفيسبوك وبس عمر كمان لحد دلوقتي ملتزم الصمت وما أعلنش إذا كان الكلام ده حقيقي ولا خيال خاصة إنه سبق وطلع عليه شائعات قبل كده بارتباطه بندل كامل وفي الوقت اللي الكل كان بيأكد كوازهم فيه كان هو بينفيه بشدة وقال إنه لو فيه أي حاجة فحياته هيعلن عنها خاصة إن الجواز ده حلال وما فهوش أي حاجة علشان تستخبه وده اللي مخلي الكل شايف إنه لو تجوز في الفترة الحالية هيعلن ده وهيقوله الناس اتقسمت لرأيين في الحكاية دي في اللي شايف إن كل اللي عمر فيه دلوقتي يتعب علشان يوصله طول الفترة اللي فاتت وإنه ما جاش فجأة زي ما الناس فاكرة هو الموضوع كله إنه تأخر علشان يعلن خطواته وإنه فضل يبعد عن الإعلام والسوشيال ميديا والشائعات علشان كده لما بيعلن خبر بيكون مثير للجدل وفي اللي قاله إنه عمر قصد إنه يوري الناس عربياته وفلوسه علشان خاطر يتصدر لتريند وإنه كل اللي هو فيه ده دعية لنفسه ومش أكتر أما خبر الجواز فهو فنكوش وملوش أي أساس من الصحة تفتكروا بقى فعلاً عمر كمال واع في حب سيدة أعمال إماراتية؟ ولا الموضوع تعب ومجهود مش أكتر؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات